أهمية حماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الحروب التي تشهدها سوريا اليوم عقدت ورشة العمل الوطنية لقطاع التربية وذلك في فندق الشام بدماشق الآن أطفالنا أحوج ما يكونون إلى هذا الدعم النفسي الآن تم إطلاق هذا الدليل هو دليل على مستوى دولي معتمد في أعلى المستويات العلمية سيتم تدريب جميع المرشدين نفسيين والاجتماعيين في جميع المدارس على هذا الدليل لنصل إلى كل أطفال الوطن التعاون هيستمر في تأهيل المدارس وتدريب عدد أكبر من المعلمين أيضا أهم حاجة منهج الفئة B ومنهج التعلم الذاتي إلى جانب طبعا تعاوننا المستمر في حملات العودة إلى المدارس والوصول إلى فوق المليون طفل بالقرطسية المدرسية والحقائب المدرسية تم خلال ورشة العمل إطلاق مشروع الدليل الموحد للدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ الذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونسيف ليكون مرجعا يطبق بكافة المحافظات السورية للوصول إلى أعلى مستوى متاح يحقق الفائدة للأطفال في سن التعليم هي جهود لطالما كرست في سوريا أول أبجدية في العالم لتكون منارة التاريخ والحضارة على مر العصور اشتركوا في القناة